السلام عليكم بناتش حالكم عساكم بخير راح سوي معاكم صابونية تبيغ تفتح البشرة وتشد الجسم وتسيل على ما تتمدد طبعا لازم نعرف نوع البشرة اللي راح نسوي لهذه الصابونية البشرة الجافة راح نستخدم صابونية الدوف طبعا لازم يكون فيه صابونيات أساسية ولكن انت مع الصابونية الأساسية ضيفي الصوابين اللي تحتاجينها انت أو اللي تحتاجها بشرتك تمام البشرة الجافة صابونية الدوف أو صابونية الجلسرين أما البشرة الدهنية يا صابونية الكركم أو الكبريت والبابايا أو دودو أو الكوجيك أسيت طبعا هذي اللي دايما الدهنية اللي دايما تكون معرضة لحب الشباب وأما المختلطة نفس مكونات البشرة الدهنية والبشرة العادية راح نستخدم صوابين محايدة مثل الخيار أو الجلسرين المهمة انه بشيء يرتب تمام انت شوفي شو تحتاجين منها الصوابين وضيفيها على نوع بشرتك ولكن الصابونية الأساسية هي بابايا طبعا بنات اسمعوا الاسنابات والشرح لآخر شي لأنك لو سألتيني على الدايركت وما رديت عليك عرفي ان جوابك موجود في الاسنابات فلعا تسوي نسكين الشرح أهم من الخلطة المهم طبعا أهم صابونية في التبيض المشهورة اللي هي البابايا بابايا تتخلج في أكثر الشرح أهم من الخلطة المهم طبعا أهم صابونية في التبيض المشهورة اللي هي البابايا بابايا تتخلج في أكثر صناعات صابون اللي تبيع والكوجيك أسد للبشرة الدهنية والمحببة اللي تعاني من ظهور الحبوب دايما وثالثا صابونية الكركم للتبيض ورابعا صابونية الحبة السودة هذه اللي ذكرتهم ينفعون أكثر شي البشرة الدهنية واللي معرضة لحب الشباب تمام أما الماء راح نحط ماء ورد أو ماء الزهر وراح نقع في الأعشاب لأن الأعشاب هو اللي يعطي فعالية مفعول أكثر في الصابونية مشكلة الأعشاب راح نستخدمهم اللي راح أذكرها الحينة خذي اللي تحتاجينه فقط تمام تابع معايير النهائي عشان تفهمي طبعا مو كل شي راح نستخدم ولكن حين راح أعطيكم فوايد الأعشاب طبعا الزهر الورد بتلات الورد تعطي تعطير ونظارة وتفتيح للجسم أما الخزامة تعطر ومضادة للتهابات الفطريات وتوازن أفراز الدهون وتقضي لك على روايح الجسم وكليل الجبل جدا موفيد يا بنات للبشرة الدهنية والتصبغات والبقعة الدقنة وهم بعد يجدد لك البشرة ويحارب لك التجاعد ويخفف لك من تهيج البشرة تمام البابونج مع اطر للبشرة ويعمل لك على محاربة تحب الشباب ويعالج لك الالتهابات يعطيك نعومة رهيبة للجلد وهم بعد يعالج لك التصبغات ويعالج لك نظارة للبشرة وعندك المرة المرة أحلى شايف الصابونية اللي هي تشدلت الجسم وتعالج لك علامات علامات التمدد ومطهر وايد قوي وجدا ممتاز للبشرة ويعالج الحبوب يقضي لك على تهابات الفطريات وتعقمين يا الله ميدك دك المرة نسمى قلت لكم إنها تشد الجلد وتعالج لك علامات تمدد الجسم هاي الخطوط البيضة اللي تطلع من الحمل أو من المتن ومطهر قوي جدا جدا للبشرة وتعالج الحبوب وتصفي البشرة وتشدها روعة روعة بنات المرة طبعا كلكم تعرفونها ما شاء الله عليكم وعرق السوس يفتح لك اللي يبيض لك البشرة بشكل ملح ووض ويعالج تصبغات الجلدية وينعم البشرة ويقشرها وينظفها ومضاد للإتهابات ويعالج حبوب البشرة والجسم تمام الزعتر الزعتر يا بنات يصفي البشرة يوحد لونها مفيد جدا 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 للبشرة بالذات الدهنية اللي تعاني من حب الشباب الزعفران تعبت من كثير كلام الزعفران يا بنات يحتوي عليكم مية كبيرة من فيتامين سي يطرد لك السموم ينعمل لك البشرة ويحسن نسيج الجلد ويعطي للبشر نعومه ونظارة قوية هم بعد العصفر تقريبا العصفر نفس الزعفران ولكن يزيل لك الكلف خفف لك الكلف والنمش بالذات البنات اللي يعانون عندك توفهم في بنات ويدش تكون عندك توفهم في تقريبا نفس النمش أو نفس الكلف جدا ممتاز لها العصفر تمام وهم بعد يطهر البشرة والحليب مغذي قوي للبشرة ويفتحها ويعطيها نظارة ونعومة وإذا الجبيل طبعا المعروف أن يشد ويزيل لك الخطوط البيضة هذه شو خلصنا فوايد البودرات يبي ورقة وقلم واكتبي الكلام اللي أقوله أو سجليه بتعرفون ثاني تمام الحين راح أروح للزيوت الزيوت اللي راح تحتاجينها كل واحدة على حسب بشرتها اختاري الزيوت على حسب نوع بشرتك طبعا يا حبيبات قلبي الزيوت الزيوت جدا ضرورية للصابونيات لأنها تعطي ليونة وتعطي ترطيب وهم بعد لها خوائص جدا قوية في تفتيح البشرة وتعالجها طبعا من أهم الزيوت اللي ترطب اللي هي زيت الزيتون مرتب جدا عميق للبشرة ويعالج مشاكل للبشرة وزيت الجلسرين منعهم ومرطب عميق للبشرة ويبيض يوحد لون البشرة وزيت اللوز المرأح لشاي من أقوز زيوت اللي تعمل على تبيض البشرة وتوحد لونها وتزيل البقع والزيت اللوز الحلو ينعم ويرطب ويفتح ويعالج الكلف ومناسب جدا للبشرة الحساسة وزيت السمسم زيت السمسم يحتوي على العديد من الأحماض المرطبة للبشرة ويحتوي على فيتامين إي ويعالج الكلف ويحافظ لك على شباب البشرة ويعطيها نظارة وزيت جنين القمح معروف أنه يبيض ويأخر لك آثار الشيخوخة ويحتوي على مضادات قوية للأكسدة تعطي نظارة للبشرة وزيت الليمون معروف أنه مطهر ويفتح ويعطي توحيد للبشرة ويعالج البثور يخلص لك من الحد من السموم العالقة في المسام وزيت جوز الهند معروف أنه مرطب قوي ويناسب جميع أنواع البشرة ويزيل لك روايع اللي غير مقبولة في الجسم وهم بعد يفتح الأكواع ويفتح البطين ويفتح الركب وينعم بشكل ملحوظ ويشير البثور ويحارب لك الجراثيم ويعتبر جدا ممتاز الآن راحني على الزيوت الأساسية الآن راحني للزيوت الأساسية اللي هي زيت شجرة الشاي علاج البشرة اللي تعاني من حب الشباب والفطريات وزيت الترمس البقع وتصبغت وإسمراء البشرة وزيت الورد مقشر ومبيض وخاصة مناطر حساسة ومعطر للجسم إذا بشرة جافة راح تستخدمين زيوت رئيسية مثل زيت الزيتون وزيت الجلسرين للبشرة الجافة تمام؟ وأما للبشرة الدنيا أما باقي الزيوت اللي ذكرناها خذي اللي تحتاجين منها ويكون ملعقة وحدة بس يعني مثلا راح تاخدين ملعقة زيت الجلسرين كبيرة هاي زيت أساسي للبشرة الجافة وزيت الزيتون كبيرة للبشرة الجافة هذا الزيت أساسي أما باقي الزيوت خذي اللي تحتاجين منها إذا مش متوفرة عندك اللي كتبتها في عندك زيت الجوجوبة زيت الأرقان الزيوت اللي متوفرة عندك كلها هذه جمعيها والزيوت الباقي راح تكون أقل من الزيوت الأساسية يعني تقريبا نص ملعقة الزيوت الأساسية لكل البشرات سواء الدهنية أو الجافة أو العادية أو المختلطة ملعقة كبيرة أما الزيوت الباقي نص ملعقة نص ملعقة صغيرة تمام ولو كانت بشرة تغام جاو فيها تصبقات قوية حطي ملعقة كبيرة من زيت المر وزيت الليمون بشكل أكبر يعني يخليه أساسي أما باقي الزيوت بكمية قليلة انتي شوفي شو تبعين من الزيوت وليه يحتاجها جسمك أما لو بشرتش الدهنية أضي في مقدار ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو وزيت الليمون وشوية من زيت الزيتون عشان لا تكون وايد رطبة بشرتش وأكثر عن لزوم يعني أما الإضافات الثانية راح نحط البودرات أحين راحي دور البودرات إن شاء الله مع الشرح راح تفهمهم بنات مع التطبيق أحين شرح أكثرنا يحتاج تفتيح وترقيب ووايد منكم ما يهتم في الترطيب يهتم يبال التبيض فأنتي شوفي شو تبعين براحج المهم حين راح نيل البودرات طبعا راح نختار النشا النشا هو جدا مهم لأي صابونية يخلي قوامها كريم ويخلي قوامها ثقيل ولها همية كبيرة في تفتيح البشرة وإغلاق المسام هذا أولا وثاني شيء الترمس الترمس يفتح يوحد اللون وهم بعد نبرز الرز يفتح والحليب هم بعد مرضي جدا البشرة والقهوة القهوة يشد ويعاج على ما تمدد الجلد ويبيض البشرة وراح نحتاج طين حطي أي طين ما توفر عندك سواء هندي سواء كاول سواء الروز براحج معروف إن الطين يساوي تيتوكس للبشرة وينضف لكي المسام ويسحب لجميع الزيوت والشوائب اللي موجودة في المسام ويشد والكركم الكركم يعطي ترطيب وطبيض البشرة ويعالج حب الشباب والزنجبيل والعسل يعطي نظارة وصفاء انتي شوفوا شو يحتاج الحين راح نحتاج فيتامينات اللي هي منها فيتامين إي وفيتامين سي فيتامين إي يعطي تبيض البشرة ويرطب ويعالج حب الشباب والتصبغات ويوحد لون الدلد وبودرة الفيتامين سي إذا مش متوفرة حتى كشور البرتقال أو كشور الليمون براحة مصدر جدا ممتاز فيتامين سي ويعطي نظارة وصفاء البشرة معروف فيتامين سي الروعة للبشرة المهم أحين راح نحتاج كريم أي كريم مبيض عندك أنا اشتريت كريم البطاية طبعا الكريم راح يساعد أكثر على تفتيح البشرة إذا بشرة جافة حطي فازلين إذا بشرة دهنية حطي أي كريم عادي مش وايد دهني أي لوش المفتح أوكي الخلاصات راح نلخلصات الخلاصات راح نحتاج ملح الليمون أو ملح البحر ليش لأن ملح الليمون أو البحر راح يطهر الصابونية ويقضي الجراثيم مفعولة جدا ممتاز وروح الصحفي نقطة مهمة ما ذكرت هل الأملح ليش أنها ضرورية تنحط في الصابونية لأن إحنا بنات أول شي الملح يقلل من الدرجة الهيدروجينية للصابون وخاصة أن إحنا بشرتنا العرب وبالذات الخليجيين بشرتنا تميل للحم طبعا هذه هي الصواب بنات الصابون الأساسية اللي هي الببايا أما الباقي طبعا تحطينها على حسب نوع بشرات وإنتي شو تحتاجين هل أنت بشرات أنا عن نفسي لأن ظهري دايما يطلع لفي حبوب فأحتاج الببايا عشان يفتح البقع والكوجيك أسد عشان يخفي لي الحبوب والكركم أنا أصف مش قادر أصور زي بسبة السراب كر شوي يقطع المهمبرات طبعا الصابونيات الصابون الأساسية في الصابون اللي هي الببايا هذه أساسية لجميع أنواع البشرة أما بباقي الصابون أنت شوفي شو تحتاجين هل أنت تحتاجين تعال جين حب الشباب أنا حطيت الكوجيك أسد والكركم عشان يخفف لي حب الشباب لأنه دايما يطلع لي في ظهري لأنه ظهري الوحيد في جسمي هو دهني فأحتاج الكوجيك أسد لتنشيف الحب وأحتاج الكركم للتفتيح وأما الدف كترطيب عادي أما اللي بشرتها جافة تحط الجلسرين بدال الدف أنت شوفي شو تحتاجين زيدي مع الببايا على حسب نوع بشرتش واللي تحتاجين أنت طبعا الحين راح نيلي منقوع الأعشاب أنا حطيت لكم أسامي أعشاب وايد فأنتو خذوا الأعشاب على حسب مشكلتش مبكلهم تحطينهم خذي الأعشاب على حسب مشكلتش أنا خذت الأكليل الجبل والخزامة والزعتر والورد والمرة والذكر اللبان عشان التفتيح وعشان الشد وعشان تعطير الجسم وعشان علاج البقع والتصبق طبعا كلكم راح تحتاجون هذه تمام شو قلنا أكليل الجبل والمرة والذكر راح أكتبها لكم راح نحطها في منقوع الماء طبعا راح نغليها غلية غليتين ثلاثة وبعدين راح نشلها وراح نغليها وايد الماء هني راح للزيوت الزيوت أنا اللي احتجتها جنين القمح والسمسم والزيت اللوز المر وزيت جوز الهند فأنتي حط الزيوت اللي تبينها حطيت ملعقة من زيت جوز الهند ملعقة كبيرة طعام أما الثلاثة الزيوت هذي كلها خليتها ملعقة وحدة صبيت من كل زيت شوية فأنتي أنا الزيت الأساسي ما اللي حطيت زيت جوز الهند أما باقي الزيوت راح احتاج والسلاثة السمسم وجنين القمح واللوز المر أنتي حطي زيوت اللي تناسب بشرات مع الزيت الأساسي اللي ذكرت قبل طبعا هيا راح اجمع كل الصوابين في صح فكرة الصابونية مش من مخ شفت اليوم بصد فرع عند وحدة عراقية في اليوتيوب الله يسعدها حبيت الخالطة فمثل ما ذكرت قبل الصوابين تحطينها لحسب مشكلتك العشاب تحطينها على حسب مشكلتك الزيوت تحطينها على حسب مشكلتك كل واحدة في كباءة أدرب مشكلتها شعود أعلم يال أنا انتظر بس الماء أحبتيني واحدة انت مشري من فترة حطيت كل فيديوهات مشريتني وانت مشري المهم حد الصوابين الله صلى هذا قبل شوية والحين راح أشيل على طول وأخلي شوي طبعا ما ننسى تعقيم بنا لازم كل شي نعقم راح أخلي شوي تمام شوية من شوية الملح للتطهير والنشا والطين كولين والكركم والزنجبيل والترمس للتفتيح والشد وراح أخلطهم مع بعض طبعا حطيت ملعقة من كل البودرة والشوية والحين راح أقايس الحرارة عشان أحط المادة الحافظة اللي هي جيرمابين جيرمابين هالمادة الحافظة هاي أحسن مادة حافظة للصابونية اللي فيها مكونات جدا طبيعية مثل النشا مثل عرق السوس مثل يعني الأشياء البودرات اللي سرعة تعثم في الصابونية ونحط كمية الزيوت لتكثر زيوت عشان لا تشيل رغوة الصابونية طبعا نخلط بخلاطة الكيك عشان تطلعتنا كريمية وآخر شي راح نحط الكريم حطيت 20 قطر زيت الشاي الأساسي للتضغير وعلاج حب الشباب والتفتي وحطيت زيت الكافور لتضغير البشرة وتضغير الحبوب حطوا زيوت اللي تبعونا سواء الورد البرتقال الخزام وعكيفكم حطوا اللي تبعونا وحط سرك كريم بالبابا ويت لنق وحط عصرة وعصرتين ثلاث بس كافي راح نعبي الصابونية السلام الحمد راح ي تنزل ودع الباقي وشذي خلصنا صابونيتنا لليوم صابونية التبيغ لشد الجسم وإزالة على مو التمدد الجسم والتفتيح والتبيغ وكل اللي عاوزين وتصبحون على خير والتفتيح المناطق الغامجة وشد التراهلات مو شد 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 نفس رياضة يعني الجلد المتكرفس يعني يحسن من منظرة نواية البيانات يفهمون كلمة تشد غلط هاي مش رياضة عشان تشد الجسم وجلد يعني الجلد اللي متكرمش عند علامات تمدد الجلد يحسن من مظهرها شوية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة